أهلاً فيديو اليوم رح أوريكم أغراض شرائتها تخص الرسم أول شيء شرائتها هو هذا الكتاب اسمه Color Harmony for Artists أنا بين فترة وفترة لازم أن ناضر فيديوز عن الألوان يعني أثقف نفسي عن هذا الشيء بس هذا الكتاب جمع لي تقريباً كل شيء تكلم عن الألوان الأساسية عن الألوان اللي هي الكمبليمنتري اللي تناسب مع بعض وبرضه آخر الكتاب وهذا أكثر شيء أعجبني الرسام أو الرسامة حط مجموعات من الألوان أو خلنا نقول تدرجات من الألوان اللي ألهمتها بعض هذه التدرجات أو هذه الألوان أقتبسها من صور أو مثلاً من ستايل معين أو من حيوانات فمرة أحبه على فكرة أي شيء أوريكم إياه حالياً رح تلقون له روابط تحت في صندوق الوصف الغرض الثاني اللي شرائته هو هذا السكتش بوك من مولسكن أتوقع كذا اسمه هذا السكتش بوك دائماً أشوفه عند الرسامين الأجانب اللي أنا أحب أتابعهم ويهمني رسمهم الصراحة كنت مترددة شوي لأنه مرخص السكتش بوك زائد أن الوراق حقها مرة ناعم بس السكتش بوك اللي دائماً أرسم فيه بداي يخلص فقلت أهدي نفسي هذا السكتش بوك وأجربه الغرض الثالث وهو الألوان الخشبية من كريولا كلها درجات البشرة ماركة كريولا يمدحونها الأجانب يحبونها كأقلام خشبية رخيصة فحبيت هذه المجموعة لأنها بس تدرجات البشرة ننتقل للأغراض اللي شارتها من علي إكسبرس أول شيء هذا مو كتاب هذا كراسة تقريباً من زمان أبغى شيء أتدرب عليه على رسم الأنيمي وهذا جامع لي تقريباً كل شيء من وضعيات من شاعر من عيون من كل شيء صراحة برضو من علي إكسبرس شاريت هذا الشيء اللي برضو كأنها كراسة بس للرسمات الواقعية اللي متابعني من فترة بيعرف أني أنا أحب أرسم واقعي وبنفس وقت أحب أرسم أنيمي وجاسة أدور ستايل ما بين الثنين عشان كده قاعدة تدرب على الثنين زي ما تشوفون كلها كراسات تدريبية ما فيها شرح فاللي يحب كده أنصحها بأنه يشتريهم آخر شيء شاريته هو هذه المساحة مخصصة للألوان الخشبية كلنا نعرف أن الألوان الخشبية شوي تقهر ما تنمسح كويس بالمساحة العادية فقلت أجرب هذه أدري أنكم متحمسين أجرب بالسكتش بوك الجديد بس للأسف أبي أخلص هذا أنا وعدة نفسي أني ما أفتح أو أرسم بالسكتش بوك الجديد إلا لما أخلص هذا على فكرة رسمة آنية نزلت لها فيديو باليوتيوب شيء كوي عليه إذا ما شفتوه وهنا أجرب المساحة المخصصة للألوان الخشبية بصراحة هي تمسح أفضل شوي من المساحة العادية بس مو بالفرق واضح وكبير فهمتو يعني هي مسحها أفضل بس أنه يعني عادي لو ما شرعتها أعرف أن أنتم متحمسين تشوفون تجربتي مع الألوان الخشبية حق كريولا بس هذا الأسبوع حرفيا ما فيني طاقة الفيديو اللي نزلتها في ثاترة سابعة اللي فاتت كل واحد أخذ مني طاقة وجهد فهذا الأسبوع شوي أحس ما عد فيني طاقة وكنت شوي ما رح أنزل فيديو بس أتذكر كلامكم وتشجيعكم وبعضكم يتحمس ويسألني متى رح أنزل فيديو فقلت خلاص رح أرسم شيء بسيط خفيف لطيف زي هذه السكتشات اللي بين فترة وفترة أسويها عشان أطور أسلوبي وأتدرب وقلت يمكن في أحد منكم يحب هذه النوعية من الرسم اللي هي فقط سكتشات مو بلازم تكون رسمة كاملة بس على فكرة سكتشات رسمتها بالأقلام الخشبية حق تكريولة درجات البشرة شفتوا يعني أستخدمتها في النهاية بس مو برسمة كاملة أحب أسوي أو أرسم بالأقلام الخشبية الصراحة هي ما تشبه بريزما يعني حتى الإحساس على الورق ما تشبه بريزما بريزما ناعمة أكثر وقوامها شمعي هي تشبه أكثر شيء فابر كاستل على فكرة الشخصيات اللي قاعدة أرسم سكتشات لها من فيلم جوجودسو كايسن توني شايف الفيلم قريب ومرة حبيت رسم الشخصيات وكيف أشكالها في الفيلم فحبيت أرسم سكتشات للشخصيات بس بطريقتي اللي شايف الفيلم يقول لنا رأيه عنه تحت بالكومنتز صراحة مو كل سكتشات جت على مزاجي يعني بعضها حبيتها مرة وبعضها كان ممكن أسوي أفضل بس عموما حبيت أشارك كل شيء والحين أترككم تستمتعون بباقي الفيديو على رواق اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة